السلام عليكم و اهلا بكم على قناة جيلا شانال نتمنى الاخرون و الاخوات تكونوا بخير و تكونوا بصحة جيدة اهلا بكم اينما كنتم الفيديو ديال اليوم سيكون فيه اخبار نتمنى انه الاخبار اللي جبت لكم انهم يفرحوكم الجوز الاول سنتكلم فيه بالنسبة للاخبار اللي تخص هنا يا فرنسا واللي تم تخفيف القيود و انه تصريح خرج عن لسان رئيس الحكومة البارحة كان جوز الاخبار واللي سنمر عليهم سريعا ومبعد نمشي لكم بالنسبة للرئيس ديال الخطوط المالكية المغربية اللاغام واللي هو السيد عبد الحامد عدو اشنو قال بالنسبة انه استضفه في واحد القناة الاعلامية وكان يعني استضافة عبر الهاتف وطرحوا عليها اسئلة اللي هي نفس الاسئلة اللي هي كتطرحوها وغادي انتمنى انها تكون تلقوا الاجابة ديالها كذلك كان واحد العرض خاص هو للمغاربة يعني للجالية المغربية هاد العرض خاص اللي غادي تكون فيه واحد تخفيد ديال خمسين بالمئة ونظن غادي تحتاجوه اذا انكو مشيتو للمغرب تابعوا معانا الفيديو هاكدا باشتعرفوا التفاصيل من يعني جميع الفيديو سواء الاخبار على فرنسا او كذلك فيما يخص الرحلات وكذلك فيما يخص العرض ديال خمسين بالمئة فاش انكو تمشيو للمغرب نبدأوا بالنسبة هنا لفرنسا بالنسبة لفرنسا صرح رئيس الحكومة البارحة اللي هو جوكاستكس على انه سوف يكون يلغاء جزئي للماسك نعود لها سوف يكون يلغاء جزئي للماسك بمعنى انه الكمامة نستعملها في اماكن واماكن ما استعملوها بمعنى ليست الكمامة اجبارية في الشارع نعود ليست الكمامة ارتداء الكمامة اجباري في الشارع ولكن انتم ملزمون بارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة في العمل في اماكن الصف ولا بيقول احنا يلاكوي وكذلك بالنسبة للمدراسة تلاميذ ملزمين بارتداء الكمامة سواء في القسم أو في الساحة وكذلك نحن ملزمون بارتداء الكمامة فشكي يكونوا تجمعات وكذلك في الستاد أو الملايب هذو الأماكن اللي خاص أننا نديروا فيهم الكمامة يعني لسنا مجبارين بارتداء الكمامة فقط في الشارع يعني إلغاء الماسك ولكن جزئي وليس كلي نورمان مو هاد الخطوة كانت سوف تأخذ حتى يعني أباكتير من 30 يونيو في آخر الشهر ولكن جاء البارح القرار الوزاري بعد ما كانوا اجتماع وزاري وقرروا على أنهم يديروا يعني هاد التخفيف ديال هاد القيود كذلك يوم الأحد اللي هو 20 يونيو سوف يلغى لأنه الأحد ما زل ما جاش 20 يونيو سوف يلغى تماما حضر التجول اللي هو راح حاليا من لحظة الليل تصبح سوف يلغى تماما وهكذا تكونوا أحرار أنتما في الليل اللي بغى يخرج ولا اللي بغى يسافر ولا ما غادش يكون عندكم يعني المشكلة أنك أخذكم تديروا لاتستاسيون ديال التنقل كمنا بهاد الأخبار ديال فرنسا لابا غادمشوا لأخبار ديال المغرب بالنسبة لأخبار ديال المغرب الرئيس ديال لاغان الرئيس ديال الخطوط الملكية المغربية واللي هو السيد عبد الحاميد عبده واللي استادفوه واللي اعطوله سؤال جواب بالنسبة للمسألة الرحلات والتدابير المقترحة المهم بالنسبة سؤال دركنني كان نقولكم وشنو كان سؤال بلاغ الدول الملكي كيف طبق الجواب الجواب يعني أنت السيد الرئيس كانت التعليمات واضحة كان وجود الحويج اللي هما أنه خاصنا نديروا تمن تذكرة اللي كانت في البلاغ الملكي يعني اللي أمر بهم محمد السادس الملك محمد السادس تمن تذكرة خاص يكون معقول وكذلك كان خاصنا أننا كذلك نفدو ذاك البلاغ باش نسهلو عملية مرحبة لمغاربة العالم أضف كذلك على هاد الجواب ديالو قال قمنا باجتماع فورا يعني انزال البلاغ وكنا اتخذنا التدابير استثنائية وتاريخية وأننا نزلنا هادك الأتمنة اللي أنه يعني تم مصدرها من الديوان الملكي على أنه خاصنا نديروا هادك لتعريف للمغاربة ديال العالم بالنسبة يعني 150 أورو تذكرة ذهاب وإياب للشخص الواحد قال على أنه بالنسبة لهذا الأمر الملكي طبق ولكن قال فيه يعني مدة ديال ستة ديال السوائع بعنا واحد التذاكر اللي هي واحد الكم هائل جدا يعني المغاربة فهذاك اللحظة هادك فاش خرج هذاك البلاغ يعني خداو التذاكر يعني بواحد الكم هائل بالنسبة لهذا الكم هائل اللي تم في ستة ديال السوائع تقريبا وقال ما جات أنه تكمل 48 ساعة حتى كانوا ليبيا مشاو كاملين ما بقوش ليبيا قال الفطرة اللي تقريبا ركزوا عليها والدولة بيك كاملين هي الفطرة اللي كانت غري تقرب العيد الأضحى يعني شهر سبعة ما كانش ليبيا قال بالنسبة لهذا الأمر كذلك واللي وقع مشاكل واللي شفتوها واللي تكلمت عني هالبارح قالك وقع واحد الضغط على لسيستام جل لغام بمعنى أنه قالك تدابير اللي داروها استثنائية وهما كانوا أصلا مناوينش غادي ينزل البالغ بحال هكدا تدابير الاستثنائية اللي داروها كان العرض يعني كان العرض اللي مقدمينهما ديال الكراسي وديال الرحالات وديال يعني التواريخ ديال الرحالات كان العرض أقل يعني قليل بنسبة للطلب داب الناس حتى اللي كانت ما غادش تمشي كيف قلت لكم البارح منين شافوا التمن طبيعية الحال أنه تمن هو تاريخي واستثنائي فكروا أنهم يمشون المغرب يعني بدى الطلب كتر من العرض ديال الرحالات بالنسبة لهذا الأمر هذا قال سبب واحد الضغط وبالتالي سبب هاد المشكلة سؤال هل فعلا طبقتوا هاد التعليمات وهل فعلا كانت هاد الأتمينة الجواب ديالو قال نعم كانت هاد الأتمينة والدليل على أنه المغربة خداو يعني تذاكر بهاديك الأتمينة لأننا نزلناها ولكن فاشوقع المشكلة على أنه ديك التذاكر مشات كم هائل في واحد لوقتات قريبين ديال 48 ساعة كانوا كملوا التذاكر تماما لابا غادي نمشي لكم بالنسبة وشنو قال كذلك سؤال وش الطائرة اللي عندكم كافية لاستيعاب الجالية نعم خصصنا كل الطاقة الاستيعابية يعني تدابير جال الرحلات اللي كانوا ديرينها سنقولوا إحنا يا صي يعني هادك هي الطاقة الاستيعابية دياله نعم خصصنا كل الطاقة الاستيعابية إننا نحاول إننا نحاول أننا نقدروا نديروا شوفوا دركوا شنو راهم بغين يديروا دابا حاليا راهم بغين أنهم يديروا نقولوا إحنا يكرروا طائرات دابا لغام يعني الشركة المغربية راها بغين أنها تشوف تقدر تكرر طائرات أخرى ولكن قال على أنه باش تكرر طائرات أخرى خاصك أنه يكون عندك الوقت بحيث خاصك تشوف مثلا طائرات جودة ديالها واش هادك الطائرات أنها سيكريزة واش يقدر أنه الراكي بركب فيها ويكون مزيان قال هاد الأمر يتطلب وقت قال ولكن بما أننا في هاد المرحلة اللي هي تستدعي أننا خصنا نكرر طائرات بحي نقولوا في حالة مستعجالة راح قريبا راح غادي يكون هناك طائرات اللي غادي تقدروا تقطعوا فيها سؤال هل يعني بينقول سؤال يعني الإعلامي وش نسوله هل الطائرات اللي غادي يدرك تبقات الدين المغرب واش غادي يحتل اللي غادي تكريبها واش غادي يكون تمان ديالها بنفس تمان اللي ينزل في الدوان الملكي بالبلاغ الملكي يعني أنه بهذه الأتمنة اللي هي مناسبة جدا للمهاجر المغربي قالوا نعم غادي نبقى عند الهضراء اللي جات في الدوان الملكي وغادي يبقى نفس الأتمينة حتى الخمستاش في شهر تسعة يعني حتى الخمستاش شوتامبر 15 سبتمبر هذا هو اللي بغيت نقول لكم يعني من هنا لفن دي موى غادي تقدروا تتلاقاوه لا بقيتوا تشوفوا حيث غادي يكريو طائرات غادي تقدروا أنكوا تتلاقاوهم بنفس التامان اللي أنهم الناس الخرين قطعوا في الأول وفجدوا التذاكر بحيث أنه مادم صر رح غادي يكريو طائرات رح غادي يكريو طائرات نمشيوا بالنسبة للبرنامج المخصص للجارية المغربية واللي هو 50% إذا أنت كمشي واحد في المغرب ونتمنى أنه الناس اللي يمشون المغرب كذلك يكونوا يتابعوني واخرهم في المغرب باش يعرفوا برنامج خاص وعروض لفائدة المغاربة سمعوا أعلن المكتب الوطني للسكاك الحديدية يوم الأربعة عن إطلاق برنامج لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج هذا برنامج خاص بالمغاربة الجالية المغربية المقيمة بالخارج الفطرة نشرح لكم بالدريجة الفطرة اللي غادي تمشوا بها في المغرب هذا البرنامج قائم 50% حتى الـ 15 سبتمبر حتى الـ 15 شتمبر الفطرة اللي غادي تمشوا فيها للمغرب فاش تبغي وتتسافر يعني تبغي أنك تسافر تمشي للرباص تدار البيضة الفاس المهم الفطرة اللي غادي تستعمل فيها القيطار عندك 50% القيطار سيئة تقدر تستعمل القيطار ولا تقدر تستعمل التجافة عندكم 50% يعني هذا واحد العرض اللي هو يسهل عليك التنقل ناس كايني اللي مثلاً غادي تنزل في المعطار ديال كازا بلانكا ياكو من بعد تبغي أنك تشد القيطار من كازا حتى الوجدة مثلاً ها هو عندك 50% ديالك تذكيره وماشي غيليك حتى العائلة اللي جاية معك عندها 50% كذلك عندكم 50% فالفطرة كاملاً اللي انتم موقيمين بها في المغرب يعني ركوك الدوز والعطلة ديالكم عندكم 50% طبيعة الحال من الصفر في السكك الحديدية حتى ولما استعملتوهاش مثلاً ها نقولوا غايتقول لي نهر اللول أنا يا ما غادش نهر اللول ما غادش نستعملها أنا ربما نقدر نستعملها في الواسط نطع الصيف ولا في الآخر نطع الصيف أنا اللي نقول لكم فقطاش ما بغيتوا تستعملوا هادي 50% اللي نقصوا لكم فاشتركبوا في السكك الحديدية انتم ما لكموا الأمر فقطاش ما بغيتوا تستعملواها يعني عندكم الفطرة راها ما بين 15 ما بين يعني الاربع بالذات اللي هي البارحة حتى الـ 15 شتنبر سيد فهمنا يعني الأمر سهل جداً باش أنكو يعرفوا بلانتم ما مين الجالية وباش ينقصوا لكم 50% 50% راه دهاب وإياب يعني هاد العرض هاد 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 تقدموا لهم التذكيره انتع الصفر ديالكم هاد هو اللي خاصكم باش مشوا تشريوا التكاة منتع اللوبية غاد نخلي لكم هاد 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 القرار هاد غاد يخليه لكم في صندوق الوصف تقدروا أنكو ترسلوه للناس اللي تعرفوه تقدروا أنكو تخليوه عندكم باش مين تنزلوا للمغرب وتمشوا وتقطعوا التذكيره باش تركوا في التجي في بار اكزامل يكون عندكم التذكيره ديال السفر ديالكم بلي أنكو جيتوا من هنا يا من أوروبا وكذلك يكون عندكم الحجة واشنو راني كنقول لكم انتمنى أنكو تكونوا استفدتوا معايا يعني في الفيديو ديال اليوم ونكون أنني مررت لكم معلومات إن شاء الله نشوفكم في فيديو قديم في أمان الله بالنسبة للناس اللي يشوفوا القناة الجديدة ما تردوش أنكو تشتركوا معنا إخوانو الأخوات ما تنسوش دائما كتنسو أنكو ربما تفعلوا الجرس فعلوا الجرس باش توصلوه بجميع يعني الفيديوهات اللي كنزل شكرا لكم عن المتابعة وبسلام عليكم